السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول لايف نعمل على الصفحة متاعي أول يعني بيش نعمل التجربة جيس بيكو سا مارش أول لايف نعمل على الصفحة متاعي حبيت باللايف هذا نشكركم على المباشر على تفاولاتكم على ملاحظاتكم على كل الكمنتارات اللي عملتوهم كانت جيدة فيما برشة يعني ملاحظات إيجابية على الأخر ومشجعة على الأخر وشفت أيضا برشة نقدة وهذا شيء يعني شيء عادي على الأخر واحد بشي كنا ينقد أفكار مغيرة له ما كنتش نتوقع اللي عند الفيديو الأخرانية تكون عندها يعني رواج كبير ماعنا هي برشة ناس برتاجواها برشة ناس يعني عماليها ملاحظات بطبيعة في الوقت يعني الملاحظات كانت إيجابية على الأخر وبطبيعة أنا معنا هي نسنا في ملاحظاتكم المشكلة الفيديوهات اللي نحط فيها مع الباج متاعي يعني من نقيض للنقيض معنا هي فيما الفيديوهات يأخذوا إعجاب كبير يأخذوا رواج كبير رغم أني معنا هي ما كنتش نهدف للبوز معنا هي واحدة من ناس نعبر بصدق على أفكاري وعلى توجهات المجتمع التونسي وفيما فيديوهات يعني خلاوا برشة ناس مقهورين برشة ناس منتقدين على خاطر على خاطرهم فيديوهات يعني يعني يمشيوا ضد الطيار يعني مهمش في الطيار الغالب على المجتمع والغالب على العالم بالطبيعة الإسلام السياسي هو مش نفس الإسلام الدعوي يعني الإسلام السياسي هو إسلام يعني فلسفة يعني اتجاه يعني يشمل الناس الكل الناس الملتزمين والغير الملتزمين الناس اللي عنده لحية اللي عنده لحية اللي عنده لحية المرأة المتحجبة والغير متحجبة يعني انفت يفو دستنغي بين الاسلام الدعوي الاسلام يعني متاع الامام الاسلام يعني vraiment la vraie religion والاسلام السياسي اللي هو يحاول باش يشمل الامة باش يعني باش يجمع الناس والاكثرية يحاول يعني على مدى البعيد يشمل كل بلدان الامة العربية حبيت ايضا الرد على الجماعة اللي ينتقدوا في الناس الملتزمين لكثري الناس الملتزمين خاتر شوفت برشا نقد يعني سلبي على الاخر فما الانسان التونسي يعني الانسان التونسي العادي العايش عنده فكرة سلبية على الاخر على الانسان الملتزم على المسلم الملتزم اللي عنده لحية ولبس جوبة ولبس جلابية يعني فما كلمات شوفتها في الملاحظات دوني كومنتيخ كلمات سلبية على الاخر ان الكلمات هذو ما نلقاهم في عند الفرنسيين عند الاوروبيين اللي عندهم يعني نظرة سلبية نظرة خائبة على الاخر على الانسان المسلم والكلمات هذوما يعني اللو لنغاج تخي نيغاتيف لقيتو عند دونك التوانسة التوانسة يعني العادي اللي تونيزي الموين التونس العايش شوف الكلمات هذوما يعني الخوانجي يعني انفت يساموا كلمة الخوانجي ككلمة سلبية بش كأنها شتيمة لكن الانسان هذي حب نعرفوا يعني يعني الاخوانجي سب يضيغ أخ يعني سب يضيغ كالمسلمين كلهم إخوان والإخوان كلهم مسلمين يعني المشكلة يعني إنسان التونسي العادي اللي معناه هي حاسب روحه خارج المنظومة يقول يعني يشتم التونسي الآخر يقوله انت اخوانجي نحب نعرف اخوانجي المعنى الأول هو يعني إنسان يعني هو إخوانجي يعني أخو المسلم كل المسلمين أخوان والإخوان كلهم مسلمين نحب نعرف التونسي هذا يعني يستهزأ بالإنسان الملتزم ويحكيه وعني يشتمو بكلمة أخوان نحب نعرفه هو أخو شكون يعني إذا هو مش أخو المسلم هو أخو شكون يعني بالطبيعة يعني واحدة من السبب أنا جمي بوز لا كيستيون يعني هو يكونش أخو الرومي أخو الفرنساوي أخو الشيطان أخو الحيوان يعني ما نعرفش كون يعني هو الإنسان يعني هذا الإنسان التونسي العادي العيش عنده فيما برشا ناس كيف هكا بالألاف عندهم فكرة يعني خائبة على الأخر على الإنسان الملتزم على الإنسان التونسي الملتزم ويشتمو بكلمة أخوان يعني 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 أخوان يعني أخوان يعني المسلم أخو المسلم والإخوان المسلمين والمسلمون هم أخوان لذلك هذا التونس العادي العايش اللي معدوش ثقافة كبيرة نحب نعرفه هو خوشكون لذلك سيسأل بخوبنا مسيلا كيستون كجم بوس السؤال التونسي اللي يشتم في التونس الاخر يقوله انتي خوانجي هو خوشكون من جهة اخرى فما شتائم كبيرة للتونس المسلمين فما شتائم هذية هي شتائمة الصراق نحب نعرف التونس المسلمون شكون سرق شكون انتي كتقول انتي التونس العادي العايش كيتحكي عالمسلم الملتزم أنا مقولش اخواجي مقول مسلم ملتزم شكون انتي شنو سرقلك سرقلك رزق بايك يعني الناس الملتزمين اللي ساميهم خوانجي يعني شتائمة ثانية قولوهم سرق يعني هذو ما ناس معدهم مش حتى واعي اللي الناس الملتزمين في عهد برقيبة وفي عهد بن علي ناس يعني ضحوا ناس يعني ناس ضعوا عملوا السجن اختصبوا تعذبوا ناس ضعوا حياتهم ناس يعني ضعوا حياتهم ضعوا حياتهم ضعوا المستقبل المتاعوا حياتهم كل معنا هي ضعوا شكون ميت شكون مثلو بيه وهو ميت شكون قبروه في نعاش أنا في دوزنبون في قامترا يعني التونس العادي العايش ما عندوش يعني حتى ما عندوش حتى ما عندوش حتى واعي اللي الإنسان هذك اللي يقولوا انت سارق انت خوانجي سارق يعني على خاطر هو خذيه ومنعاشه ومنعاشه مش كلهم خذيه خذيه يعني إنو كمبنساسيون ولا حاجة معناه بيش تعوض لهم الخسارة هذية معناه حتى شيم يعوض خسارة العائلة وخسارة واحد ومستقبل يعني واحد كيفو ضع مستقبله على خاطر كان عندو أفكار سياسية معناه كان اوبوزان معناه كان من فلووزيسيون معناه كيف تضيع حياتو ما في مش حتى فلوس ما في مش حتى يعني حتى حتى كمبنساسيون معناه بيش تعوضوا ألا خسروا دوك أفيت التونسي كي منحكي لكم إنا نرد على الناس التونقد يعني معناه التونسي العادي التونسي الموين ألا يعني يتمرد على الناس على المسلمين الأخرين على الناس الأخرين وقلوا معناه أنت خوانجي أنت سارق حاجة أخرى كيف نحكيوه على المشروع الإسلامي التونسي هذا المتوسط العيش يعني لحسب روحهم ما هوش مناهي من من المجموعة الإسلامية يعني هو حداثي يعني هو حداثوت هو يعني منعاش كيفاش منعاش كيفاش يعني يعني يوصف نفسه يعني سإنسان يعني هو خارج الجماعة الإسلامية وهو يعني يعني خارج الغرب يعني يعني يسئلي يعني 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 ما عندوش حتى يعني 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 معندوش التزام سياسي وما عندوش موش ملتزام دينيا يعني 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 يستعمل كلمات باش يشتم الجماعة الاتجاه الإسلامي خوانجي سارق المشروع الإسلامي اللي هو يعني مشروع ضد الصهيونية اللي حب يجمع البلدان الإسلامية برامو هذا كمشروع حضروه في لندرا جماعة الإخوة المسلمين والمشروع ذلك معنى هو خارج الدين الإسلامي وخارج ملة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يعني هذا يكون لكيه يعني يعني هم يعني 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 نحن يعني 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 ومعناه يهدف لتجميع الأمة هذك مشروع حضروه في لندرا جماعة الإخوان المسلمين والإخوان المسلمين متحالفين مع أمريكا ومع إنجلترا كيف هم الإخوان المسلمين متحالفين مع إنجلترا وأمريكا؟ علش أمريكا تحارب في حماس في غزر؟ حماس هي من اللي يفخيار ميزو المو... يعني إنفت معناه ستان ديليغ معناه عا فيما التونس العادي عمناش البروباقوندا أكلت لعقلو ومعندوش حتى واعي ما حتى كونسيونس إلا هو كمبتما مانيبولي لك هذا حبيت الرد على الناس هذومة اللي تنتقد معناه بديزارجموان يعني بحجاج ودلالات معناه غير منطقية وكلها إسلاموفوبيا كلها عداء للإسلام والمشروع الإسلامي قلتولي مسلم أم يحب يعيش هو الإسلام والمشروع الإسلامي يعني ما يمنعش حتى مسلم باش يعيش مع الأسف العلام شوه الإسلاميين وبيجعات العامة تصدق كل شيء وي الأعلام التونسي أعلام إسلاموفوبي أعلام يعني ممول من جهات غربية ومن جهات ماسونية سيسوري ساختار دونك أحنا التونس وأي ناس يعني في العالم العربي يلزم يخلقوا الإعلام البديل الإعلام البديل هي المواصلات الاجتماعية هي هماليغيزو سوسيو دونك الإعلام البديل هذا نجم ونخلقوه معناه هي عن طريق العولمة وعن طريق القناة عن طريق المواقع الاجتماعية ولا دونك حبيت رود على الجماعة ذوما دونك جماعة قادلنا يعني عندهم نقد يعني نقد عدائي لأي للإتجاه الإسلامي والمشروع الإسلامي ولا دونك خليكم اليوم دونك أولا يفعلنا عملوا إن شاء الله يكون مقنع إن شاء الله رديت على الجماعة اللي عملوا دي كومنتيار تخي نيغاتيف كي ما حكيت لكم فما في الحكاية هذه يعني في حكاية الهوية الإسلامية والهوية العربية وفي حكاية المشروع الإسلامي دونك نخليكم إن شاء الله في لقاء آخر وإن شاء الله وضحت بعض الوجهات النظر ووضحت ورديت بطريقة يعني بطريقة مقنعة وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة